اختصبوا مرته الحامل قدامه و قدام أولادها و هددوهم انه اذا بغمضوا عيونهم رح يقتلوهم غزة اكتر من 2000 حالة اختصاب لنساء و قاصرات ما دون 12 سنة والنساء من خوفهم صاروا يجوبوا حبوب منع الحمل و غيرهم صاروا يتعلموا على حمل السلاح عشان يحموا حالهم السودان اما هو زي ما فيه بارودة وصاروخ ودبابة وعنف وتجويع وتشريد بالحرب كمان فيه جانب مظلم تاني هو الاعتداء الجنسي و بيستخدم كأداة للحرب است من كم يوم اطع اليوم العالمي للقضاء على العنف الجنسي في حالات الصراع والأمم المتحدة اعربت عن قلقها والمنظمات الأممية اعربت عن فزاعها والجمعيات الحقوقية اعربت عن عدم قبولها و امي وجاراتها عن ما بعرف شو اعربوا بس انه اليوم اطع هيك عادي مثل اي يوم تاني والانتهاكات الجنسية مستمرة وتتمدد الاعتداءات الجنسية بحالات الصراع بانعاد من اكتر اشكال انتهاكات البشرية تدميرا و بيستخدم ضد المدنيين و المدنيين مش بالضرورة يكونوا بس نساء لا اطفال و رجال يعني اي حدا بيجي بوجه المعتدي والاعتداء الجنسي هاد مش جاي من رغبة جنسية لا هو جاي بهدف هيمنة و فرض قوب و تخويف المدنيين لهيك الاعتداء الجنسي بيعتبر اشد من القتل يلي بينهي حياتك لانه بيأثر على تفاصيل حياة يومية و بيدمر الكرامة والهوية للأفراد و المجتمعات لهيك صنفوا انه جريمة حرب القانون الدولي و الإنساني الله وكيلكم حاسس انه عايش بغابة لا في لا قوانين ولا إنسانية والاختصاب مش هو النوع الوحيد من أنواع العنف الجنسي لا فيه التحرش أثناء الاعتقال وتفتيش النساء من قبل جنود ذكور وأحيانا النساء كمان وتجريد النساء من ملابسهم و تصويرهم بوضعيات مهينة أو منعهم بالمعتقلات من انهم يحصلوا على فوض صحية أثناء دور الشهرية ضحايا العنف الجنسي لازم يتلقوا العلاج و الدعم النفسي لحتى يتخطوا الأذى بس بود كتير أخبركم انه من بعد ما عم بيعتدوا عليهم عم بيقتلوهم وغيرهم لهسة موجودين بالمعتقلات وممنوعين من حب الدواء فكيف دعم نفسي؟ ومناطق الصراعية اللي عم بيصير فيها إبادة و جرائم حرب و قصف مستشفيات و مرافق طبية كيف بده يوصل علاج للضحايا؟ وهذا غير يلي ما حكى عن تجربته خجل أو خايف من العيب و وصمة العار والتهميش الاجتماعي